ترجمة نانسي قنقر أما الجزء من الشبكية الواقع مباشرة أمام مخرج العصب البصري الموجود في مؤخرة العين يعرف باسم النقطة العمياء وهي تعرف باسم النقطة العمياء بسبب عدم وجود أي مستقبلات ضوئية في هذه المنطقة سننتقل الآن إلى القسم الأمامي لنتناول كيف تتوزع الخلايا العصوية والمخروطية في العين تتواجد الخلايا العصوية بشكل رئيسي في محيط مقلط العين سأرسم الخلايا العصوية باللون الأزرق وهي توجد بكثرة في محيط العين بالتحديد هنا والقليل منها هناك وكما ذكرنا سابقاً لا توجد أي مستقبلات ضوئية في النقطة العمياء لأن هذه المنطقة يخرج منها العصب البصري خارج العين سأرسم الخلايا المخروطية باللون البنفسجي وهي تتواجد في جميع أنحاء النقرة وبتركيز عالي جداً قرب النقرة ولا توجد خلايا مخروطية في المنطقة العمياء وتوجد بعض الخلايا المخروطية المنتشرة في محيط العين سننظر الآن إلى القسم الأمامي والنقرة لنفهم ما ننظر إليه فإن كبرنا النقرة وهي تتواجد في المنطقة التي تقع فيها النقرة هذه المنطقة الممتدة من هنا إلى هنا هي النقرة تتواجد الخلايا العصوية خارج النقرة وهي تتواجد بأعداد كبيرة في العين وخاصة في محيطها ويوجد العديد منها في هذه المنطقة وهي تحدد محيط العين وما حولها وتتواجد الخلايا المخروطية بعدد كبير قرب النقرة أما في محيط العين يوجد عدد قليل من الخلايا المخروطية ينتشر هنا وهناك وسبب وجود النقرة هنا هو اتصال المستقبلات الضوئية هذه بالخلايا العصبية الأخرى التي ترسل محاور عصبية عبر العصب البصري إلى الدماغ أي يوجد الكثير من الخلايا العصبية في هذه المنطقة هنا وهي جميعها تملك محاور عصبية تتصل بالعصب البصري وتخرج من خلفية العين فعندما يدخل الضوء داخل العين ويصطدم بالنقرة يبدو شكله هكذا والفائدة من عدم وجود محاور عصبية في طريق الضوء هي الحصول على دقة أعلى فنحصل على مزيد من الضوء الذي يصل إلى الخلايا المخروطية بدلا من امتصاصه من قبل هذه المحاور العصبية فإذا دخل الضوء ووصل إلى محيط العين فسيضطر للعبور من خلال هذه المحاور العصبية وأثناء هذا العبور تفقد بعض الطاقة فيصل الضوء أقل إلى الخلايا العصوية والمخروطية الموجودة في المحيط أما في النقرة يصل مزيد من الضوء مباشرة إلى الخلايا المخروطية أكثر مما يصل عبر طبقة المحاور والخلايا العصبية فكروا بالأمر بطريقة أخرى استخدموا تمثيلا بيانيا هذا هو المحور الأفقي وهذا هو المحور الرأسي النقطة الصفر هذه هي مكان وجود النقرة وانتبهوا تكون الشبكية في مقلة العين محدبة وإذا رسمتموها بشكل مستوى هكذا توجد منطقة منخفضة هنا كما قلنا سابقاً وتعرف بالنقرة وهذه هي النقطة الصفر في التمثيل البياني إذا تحركتم قليلاً سيكون هنا خمس درجات بعد عن النقرة وهنا عشر درجات بعد عن النقرة وهنا خمسة عشر درجة وهكذا وهذا ما سنفعله هنا في التمثيل البياني هنا خمس درجات بعد عن النقرة وهذه عشر درجات وهكذا وسنفعل الشيء ذاته في الجهة الثانية من النقرة وعلى المحور الرأسي سنمثل كثافة المستقبل هذا هو عدد المستقبلات الموجود في الشبكية يوجد هنا كثافة أقل للمستقبلات بينما يوجد هنا كثافة أعلى للمستقبلات وكما قلنا توجد النقرة هنا والمنطقة الموجودة في الخارج من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا هي محيط العين ففي المحيط يوجد عدد كبير من الخلايا العصوية وكلما اقتربنا نحو النقرة يتناقص عدد الخلايا العصوية وعندما نبتعد مرة أخرى عن النقرة يتزايد عدد الخلايا العصوية بشكل أكبر وتوجد أيضاً المنطقة العمياء وكما ذكرنا لا توجد هنا أي مستقبلات ضوئية في المنطقة العمياء وأن اتجهنا للجهة الأخرى من المنطقة العمياء تتواجد المستقبلات الضوئية مرة أخرى هذا هو توزيع الخلايا العصوية بينما تملك الخلايا المخروطية توزيعاً آخر لا يوجد العديد من الخلايا المخروطية في المحيط عندما تصلون إلى النقرة تجدون عدداً كبيراً من الخلايا المخروطية وعندما تبتعدون مرة أخرى عن النقرة تتناقص أعداد الخلايا المخروطية ولا توجد أي مستقبلات ضوئية في المنطقة العمياء وفي الجهة الأخرى من المنطقة العمياء يوجد عدد قليل من المستقبلات الضوئية وانتهى الدرس ترجمة نانسي قنقر